أصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقسة هيكون مائل البرودة الصبح بدري ومعتادل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ولطيف على السواحل الشرقية ومائل الحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سينة وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون مائل البرودة على كافة الأنحاء وفيه كمان شبورة الصبح بدري على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سينة وشمال السعيد خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ألمية وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بيك يا خامت أهلا بيك وطبعاً إحنا مكملين في الطقس الخريفي ومتأثرين بدرجات حرارة يمكن مرتفعة من درجتين لتلاتة اليومين اللي فاتوا فطمينينا الارتفاع ده مكمل معنا ولا خلاص المنخفض أو عفواً المرتفع الجوي اللي احنا تعرضنا له مش هيكمل معنا لا بالفعل احنا لسا مكملين في ارتفاع درجات الحرارة ده هيكمل معنا لمنتصف الإسبوع القادم اليوم مستمر ارتفاع درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين لأن العظمة اليوم على القاهرة الكبرى خلال فترة المهار هتكون 24 درجة مقوية لسا فيه امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا هيساعد على زيادة فترات سطوع أشاعات الشمس مع تنوع مصطر الكتل العوائية بين الجنوبية الغربية إلى الجنوبية الشرقية فهنحس بالارتفاع التفيف في ضربات الحرارة هنبدأ فترات اليوم بالأجواء المائلة للبرودة خلال فترات الصباح الباكر مع تقدم ساعة النهار وسطوع أشاعات الشمس هتبدأ الأجواء تكون أجواء معتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية سواحل الشمالية محافظات الواجهة البحري القاهرة الكبرى أجواء مائلة للحرارة على محافظات شمالي الصعيد حر على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار لكن مع الغياب التام لأشاعة الشمس ورقول فترات الليل درجات الحرارة هتنخفض بشكل ملحوظ بشكل كبير خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الصغرى بتسجل 14 درجة مقوية على القاهرة الكبرى أجواء باردة على كافة الأنحاء خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر طبعا دايما مع الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وهتأدي الانصفات في الرؤية الأفقية ملحوظ مهم جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق ناخد بالنا من تكون الشبورة المائية دايما بيكون تكونها في الساعات المتأخرة من الليل يعني تقريبا الساعة 3-4 الفجر وبتستمر حتى السطوع أشعة الشمس يعني حتى الساعة 7 صباحا بتبدأ الرؤية تتحسن على أغلب الطرق هل فيه يعني تكون الأمطار في مناطق مختلفة في مصر وخصوصا المناطق الحدودية يعني أغلب فرص الأمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة إلى يوم الأحد القادم تقريبا تتلاشى من على أغلب الأنحاء ما فيه أي فرص سقوط الأمطار حتى عودة سقوط الأمطار مع يوم الحد مش هتأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية المرتفع الجوي الموجود معنا في طبقات الجو العليا بيعمل على تلاشي وتلاشي السحب من أغلب المناطق فما فيه أي فرص لسقوط الأمطار لكن مع يوم الأحد القادم يكون فيه نشاط فيه في أقصى غرب البلاد هيكون مصيبة بعض الرمال والأتربة في غرب البلاد وده بدوره هيأذي لأتربة عالقة خلال يوم الأحد القادم إن شاء الله على المناطق الموجودة في الوكه البحري والقاهرة الكبرى فده نقدر نحذر منه دلوقتي لكن فرص الأمطار زي ما قلنا تلاشت من على أغلب مناطق الجمهورية بشكرك في نهاية شكرا جزيلا الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وهنبدأ بالقاهرة العظمة فيها 24 والصغرى 14 العاصمة الإدارية العظمة 24 والصغرى 13 سكندرية 24-13 العالمين الجديدة 24-12 مطروح 24-13 دميات 23-13 فورسعيد 22-14 لسماعيلية 24-12 السويس العظمة فيها 24 والصغرى 13 العريش 22-12 كاترين 18-5 طابة 21-14 حلايب 25-19 شلتين 28-18 شرم الشيخ 26-18 الغرداء 26-15 الفيوم العظمة فيها 24 والصغرى 13 بني سويف 25-12 الوادي الجديد 27-10 أسيوت 25-9 سهاج 25-10 قنى 27-10 لؤسر 28-9 وأخيراً أسوان العظمة فيها 27 والصغرى 12 ودي كانت مشاهدين حالة الجو النهاردة وكمان درجات الحرارة المتوقعة ناخد بالنا أن في شابورة صبح بدري على الطريق نراعي الاتزامات المرورية عشان نوصل أشغالنا ومصالحنا بألف سلامة نرجع مرة تانية لمصطفى بسانت نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر شكراً لك يا لاني شكراً لكم